تداولت وسائل أعلام موالية متعددة أنباء عن استدعاء قوات النظام لنواف البشير المعروف العائد إلى حضم الوطن لكتاب التعاهد بعدم فتح ملف الأكراد من قبله نهائيا تحت طائلة العقوبات واعتمت متدولو الخبر على بيان منشور على صفحة منسوبة للبشير على موقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك فيما قالت منصة تأكد اللي هي مختصة بتحقيق الأخبار وكمان يعني الأخبر الدقة عن الأخبار المنشورة في الموقع التواصل الاجتماعي قالت أنه الموقع اللي تداولت الخبر استندت إلى صفحة بموقع الفيسبوك تحمل اسم الشيخ نواف راغب البشير ويقول أنه فرع المعلومات والتحقف التابع للمخابرات العامة في حكومة النظام أجبروا البشير على توقيع تعهد خطي يلزموا بعدم التدخل في القضية القضية بشكل كامل وكمان تحت طائلة ترفيذ العقوبة في حال خالفة ذلك وكانت حجة أنه هو يعني البشير أثار مشاكل مع الأكراد اللي يعني يستخدمون النظام اليوم لتسهيل أمور الجيش العربي السوري وأنه هنا في الأيام القادمة راح تتغير التحالفات هلأ الفكرة أنه نواف البشير اللي كان على أساس بالبداية الثورة السورية يعني من أوجه فلنقول المنطقة الشرقية بالثورة السورية وكان يخطب العالم بالمظاهرات صار ورجع كمان يعني إلى حضن النظام بشكل مفاجئ وكمان بعد أنه ما نحكي كثير عن أموره وكمان يعني مشاكله وكمان الجيش اللي هو كان عم يشكله هلأ بلش هو يعني يقطف يعني ثمار رجعته على حضن النظام بالتأكيد يعني مثلنا بقوله أول رقص حنجلي لأنه هلأ بلش بصدعاءه للمخابرات وتوقيع يعني تعاهد بالإجبار على عدم الحكي بموضوع يعني هني عم يسلبوه هلأ حريته لنشوف في وين رح يوصل وإذا هو رح يسفاد من رجعته إلى حضن النظام أو لا اشتركوا في القناة